موسيقى السلام عليكم ويا ساعة خبرية لهذا اليوم التي ستكون من محورين المحور الأول تطورات كورونا وكيف ستنفذ وتطبق إجراءات حظر المناطق أما الملف الثاني وأمام مشهد اضطربت فيه أحوال الدولة باقتصادها وتدابيرها ما الذي ستفعله الحكومة في ظل هذا الوضع المتأزم عالميا والمنعكس محليا أمام حكومة تنتظر اكتمالها لإنجاز مهامها التنفيذية وكيف ستتعاطى القوى السياسية مع هذه الأزمات التي تعدل أصعب في ظل التحديات التي يمر بها البلد سأضيفي للمحور الأول الدكتور سالم مزهر مدير مستشفى الكندي وعضو خلية الأزمة في بهداد الرصافة أهلا بك دكتور مرحبا بك تحيائي لكم وتحيائي لجمهر مشاهدكم بكلاما حياكم الله دكتور هناك تصاعد في الإصابات خصوصا في الرصافة إلى ماذا تعزو السبب يعني حقيقة أسباب كثيرة بهذا التزايد يعني إلى حد ما يعني كان متوقع جنابك الكريم تعرف بداية استشراء الجائحة يعني تم التعاطي معها بطريقة اعتمدنا الوقاية يعني أولا وآخرا والموضوع إلى حد ما يعني نجح بدلالة الأرقام المتدنية التي تم تسجيلها مقارنة يعني دول الإقليم أو يعني الدول خارج الإقليم بمعنى أنه كان يعني إيمان أنه هذه الجائحة لأنه بدون علاج يعني علاج مختار علاج مثالي ولأنه بدون وقاية كذلك كم المعلومات المتوفر عن هذا المرض قليل ويوميا يتم يعني تعديل بعض المعلومات عنها من قبل بنظمة الصحة العالمية عليه يعني شفنا أنه لا مناص سوى بالحذر الصحي واللي هو حقيقة يعني هذا يعني هذا حس غريزي للإنسان أنه يأمن شر الأوبئة بلجوءه إلى يعني الانكفاء داخل بيته هو وأولاده الحظر المناطقي نفع للأسف الشديد للأسف الشديد اللي حصل أنه تم فهم يعني فتح الحظر الجزء أنه العراق سجل انتصال على المرض وحقيقة هذا ما صار يعني لازم نسجل حالات نعم الحالات كانت متدنية دكتور مصطلح أو عبارة السيطرة على المرض التي تطلق من قبل كثير من الدول وكذلك يعتبر العراق من ضمنها البعض يفسر على أنه ليس السيطرة تام مع المرض بقدر ما هي أنه هناك توازن بين طبيعة ما موجود هذا سؤال جدا مهم هذا سؤال جدا مهم بلدان معينة بالحقيقة اتبعت أساليب يعني ما أريد أقول عدم اكتراث أو عدم لا مبالاة بس تتبعت فلسفة بالتعاطي مع هذا المرض وللأسف النتائج كانت كارثية مثل أوروبا ومثل أمريكا يعني مناعة القطية اعتمدوا فيه شيء اسمه مناعة القطية وإن كان ما معلن إلا أنه يعني المراقب يعتقد أنه تم تبني هذا المفهوم والنتائج كانت كارثية احنا بالعراق لا كنا من الدول المبكرة اعتمدت قضية الحظر الصحي اللي راهن على رصانة نظامه الصحي وعلى مستوى الصحة في بلده للأسف الشديد دفع ثمن غالي بدلت الأرقام يعني يعني أرقام قياسية أول دولة اعتمدت مناعة الخطع بريطانيا وصيب بها رئيس الوزراء نعم أمريكا الحالات وصلت يعني أرقام خرع في اليوم احنا على أبواب الخمس ملايين إصابة بالعالم أي بمعنى أنه سيطرة بالمطلق على هذا المرض بسبب سرعة انتشاره أنا أعتقد يعني من الصعبة بمكان أن التيم بدون وجود لقاح أما موضوعة السيطرة على المرض احنا بالعراق للأسف الشديد كنا يعني قابقاوسين أو أدنى من السيطرة الفعلية على المرض يمكن حتى ما نسجل ولا حال يعني لو استمر الحظر الجزئي أو تم تبني كل قصة قوة جزئي لا لا الكل يعني لو ما استمر أسبوع أو عشر تيام يعني أخرى وتم تبني بحس عالي من المسؤولية من المواطن ومن الأجهزة المتابعة كان ممكن يعني نصل إلى نهاية هذا المرض اللي صار للأسف الشديد لا يعني المرض حاليا استشرا تعرف كل ما يعني استشرا المرض كل ما المساحة نتحرك بها تقل كل ما أيضا خياراتنا خياراتنا أيضا نتقل نعم إحنا نقدر هذا الموضوع وهذا واقع حالي يعني نتعامل بياه لو كانت الأمور المادية أو الاقتصادية كما موجود في الخارج كفلت جميع كان ممكن يستمر الحظر طبعا لجأ أولا بالخارج لجأ أولا لأكد بعد فوات الأوان يعني لجأ أولا مع الوفرة المالية المتوفرة مع الوفرة المالية مع الكفالة كان ممكن يلجأ أولا من البداية وكان يكون الخيار رقم واحد للأسف الشديد يعني لجأ أولا بعد ما استشرت الحالات وصارت جائحة بمعنوة معنانا بانديميك لكنه الآن يعيشون في تناقض يعني بعض الدول اعتمدت مناعة القطيع بعد ذلك ارتدت عن هذه الفلسفة رجعت الآن أيضا بدأوا يسمحون ويفسحون المجال وفق ذوابط وفق ذوابط وفق ذوابط تبعد مجتمعي تلبس ماسك خارج يعني محل سكنك تعتمد أساليب تقرها يعني دوائرهم المعنية وهم الآن يعني تارغيت المرسوم أو الهدف اللي يعني فيه أذهانهم أنه يصل إلى مرحلة السيطرة على المرض نرجع للسؤال اللي كلش مهم السيطرة على المرض دوائر صحب بالدول اللي استشرة بها بشكل كلش يعني أعداد هائلة أنه متى ما صار إنسجام بين أعداد المرضى خصوصاً المرضى اللي يحتاجون عناية تنفسية فائقة ويا نسبة يعني أعداد الأسرة اللي يعدهم يعتبر نفسهم سيطرين يعني مو سيطر نهاء المرضى نعمة متوفرة لا 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 يعني بسبب الأسلوب اللي تم تبني ما عاد بالإمكان أنه يعني يرجع لل يعني الهدف رقم واحد الآن الهدف هو رقم اثنين الخيار الثاني أو البديل أنه أنا أخلي عدد الإصابات على الأقل مقاربة لأعداد الأسرة اللي عندي عند ذاك أقول أنا سيطرت والحالة الموجودة عندنا الآن للأسف الشديد للأسف الشديد الآن ناقوس الخطر يدق بالبلد وخصوصاً في بغداد الرصافة نعم في بغداد الرصافة أو الكرخ وإحنا ما يعني حذرنا أنه المناطق المكتظة بالسكان لها خصوصية طريقة التعاطي مع هذا المرض من قبل المواطنين من قبل الجزء الأمنية والمواطنين اليوم يبدو لي قلت لك يعني تهم فهم مردسالة خطأ من قبل الكثير بدلالة أن الآن الأسواق مكتظة يعني كان في يوم من الأيام أنه حتى ظواهر يعني مجتمعية غابت بسبب يعني حرص المواطن وحس العالم المسؤولية ومروطة وإثارة جداً دنت الأرقام للأسف الشديد هذا الحس ما عاد يعني نتلمسه الآن خصوصاً إحنا أمام جائحة ما ينفع بيها القسمة على الأثنين يا أما لكل تلتزم يا أما إذا التزم 90% و10% ما التزم مكأنه ما سويني شيء يعني عدم الالتزام من قبل القلة القليلة يعرض جهود يعني 90% أو 95% من الملتزمين ويبدد حتى يعني جهود مؤسسات الصحة والدوائر الساندة يعني عليه أنا أدعو من هذا المكان أنه بالوقت اللي نشهد تزايد الأرقام بدأ يصير ضغط على مؤسساتنا وأخشى ما أخشى أنه نلجأ إلى أساليب أنه يجينا المريض يقول له إيه أنت بوزتف روح أرجع ببيتك وهذا علاجك وهذا ما أخشى لكن الوقت يعني أزعم أنه ما يتم السيطرة على المرض أو بدأ يعني مرحلة ما قبل انهيار المؤسسات الصحية المناطق الرصافة أكثر مناطق الآن خطرا هي مدينة الصدر أي منطقة مكتذائيا كانت أي مدينة مكتذة بسبب سرعة انتقال الفيروس هي منطقة أكثر مناطق رصافة الآن الرصافة والله الأعمل أغلب يعني مناطقنا نحن أكثر شي مدينة الصدر كمالية بالبداية الزعفرانية وبعدين بدأت تتقل هاي الأعداد بشارح فلسطين عندنا إصابات الشعب عندنا إصابات لكن يعني بوتيرة مختلفة حقيقة في الفترة من الفترات كنا نراهن على موضوعة أنه استمر يعني معدل الإصابات بمستوى أفقي هذا المستوى الأفقي كان يعكس مدى حرص المواطن ومدى نجاعة الأساليب اللي نعتمدها الآن لا بدأ عندنا يعني خط بياني من نوع آخر خط بياني عمودي وهذا حقيقة الخطر يعني يعني من تسجل مثل عشر حالات من منطقة صغيرة أو 15 حالة من منطقة صغيرة إلى هذا ناقص خطر يعني يكون نولي لإهتمام وأعتقد أعتقد يعني الفرص لا زالت قائمة إذا تم التعامل مع هذا مع هاي القضية بموضوعية وبواقعية إحنا أعزاء جائحة خصوصا إحنا بلد يعني للأسف الشديد وهذا يعني موضوع ما نقجل نصرح به إنه مؤسساتنا وبنان يعني البنى الأساسية لمؤسساتنا الصحية للأسف الشديد مو بالمستوى اللي ممكن نراهن عليه لذلك أعداد أسراتنا قليلة عليها إحنا ما يفيدنا غير أنه نقطع سلسلة انتقال المرض عن طريق الحضر الصحي بصراحة ترد الواقع الصحي في العراق والبنى التحتية ترحيل ترحيل الأزمات من دورة انتخابية إلى دورة انتخابية هذا انتباه من قبل خلية الأزمة واتخذت إجراءات مبكرة نعم من دول العالم بالمناسبة حتى رأيس الأمريكي كان يشكك بالأعداد اللي في العراق يعني نتيجة ترد المحزن انه مع هذا الانتصار اللي أقرب ما يكون إلى انه يعني إعجاز طبي تم تحقيقه للأسف الشديد الآن بدنا نسجل حالات عالية يعني كثير من منظمات الصحة يعني راهنت انه البلدان مثل العراق راح يغرق بهذا المستنقع وراح يسجل إصابات بالألاف لكت يعني الحس العالي بالمسؤولية من المواطن العراقي لإجراءات المبكرة حالة دون يعني تحقيق هذا التوقع وصار العكس تماما يعني صار انه هذا طبيعة التراخي دكتور كان هناك تعاون من قبل المواطن خصوصا مع بداية انتشار الفيروس نعم جدا جدا وإذا يسجل نصر لأحد في تلك الفترة يسجل للمواطن العراقي بصراحة بسبب ترد الواقع الصحي من انه الناس بدأت تخاف انه هذا ممكن انت الناس انه هذا جائحة ما تنتشر بالعراق كما في الخارج لا هذه الجائحة تنتشر بالعراق مثل ما تنتشر في أي بلد آخر ابتداء أما موضوع يعني أكو قضية متلازمة بموضوعة الأوبئة يعني ننتبه لها الوباء أي كان وفي أي مكان كان ما لا علاج غير الوقاية خصوصا بدون عدم يعني بعدم موجود علاج إله ولا لقاح وبعدين الكم المتوافر من المعلومات للأسف مو مشجع يعني يوميا تتغير النشرات العلمية بخصوص هذا المرض يعني مثلا يتبنون رأيه بعدين يتمتبنون رأيه آخر المرض نفسه الجين ما لتبادي يتغير وهذا خطر أيضا قرأت رأي لطبيب مدير عزمة في السودان يتحدث في تصريح وفي مؤتمر صحفي ويتحدث ويتحدى منظمة الصحة العالمية وكذلك جميع البحوث يقول أنه السودان نجحت بعلاج هذا الفيروس مو لقاح علاج هذا الفيروس نتيجة التشخيص ويقول 99% من التشخيص 99% من الخطوات التي ممكن تقضى على المرض هي التشخيص ويدعي أنه شخص هو المرض مو الآن كما يشاع أنه يصيب الرأة يقول هو يصيب الهيمغلوبين بالدم لا لا يصيب كريات الدم الحمر لذلك علاجه هو الفوريك أسد يقول نحن طبقنا هذا البروتوكول وناجح أو حتى بالعلاقة أيضا مطبق بالمناسبة يعني بروتوكولات العلاجية اللي تم اعتمادها بالإضافة لبروتوكولات اللي يعني موصى بيها من قبل منظمة الصحة العالمية احنا اعتمدنا بروتوكول خصوصا في دار الصحة بغداد الأصافة يعني ننطي تونيكس ننطي زينك ننطي فوليك أسيد ننطي مالتي فيتامين كلها ننطيها بالإضافة أنه نعزز مناعة المماطن عن طريق تغذيته وكلها قل فقط كريات الدم الحمر التي تصعب لا يعني الموضوع لا بالطب ما يتمتبن الرأي هي جزافة وهو صحيح أكو دراسات بالمناسبة يعني هي مغريبة يعني يعني معروفة بأوساط الأطباء بالفعل يعني المرض يصيب يعني عند الأطفال أكو حتى متلازمة أو شاك هاتسة اللي صارت بنقلترا أن يصيب الدماغ يعني ويصاحب الالتهابات يعني تسمم دم جرثومي وبعدين ينتهي فشل كلوي الرئة مو بضرورة تنصاب بالبداية لا هو يشتغل يحلل يعني الدم الحديد يفصل عن مكونات الدم الأخرى وهي واقع حتى هو يعني يكون هذا سبق لا معروف هذا وهاي منشورات بأدبيات منظمة الصحة العالمية موجودة يعني فمو شي غريب طيب دكتور هي هذه التحديثات الآن نفت ما صرح به منذ البداية ولكن للآن أيضا قائم موضوع درجة الحرارة أم هذا الموضوع انتهى وتعدى يعني لا هذا ثابت طبي هذا ثابت طبي بالفصول المعتدلة تستشري وتستفحل يعني ربيع خريف بالأوباء يعني بالمواسم المتطرفة يعني صيف شتاء لا يبدو يعني جذوتها تخف بس بالمقابل خلي لا ننسى قضية انه هذا الوباء ما مر عليها سنة حتى يعني ممكن نقرر سلوكه كرأي ممكن نتبنى نعم ممكن نتبنى ليش اعتمادا على تاريخ الأوباء القديم واللي أكيد مراح يختلف بس أسبقة قضية هو المرض ما رح يبقى هواي بالشمس أو مثلا يبقى على الأوساط يعني تسع ساعات خمس تاعة ساعة وممكن يعني ينتهي وحده المشكلة عن إذا نقله من مريض إلى مريض ذي ينتقل هو ما لا علاقة بدرست الحرارة هذا يعني يبقى مثلا الانتقال عن طريق الأجسام والأوساط الصلبة المعرض للشمس لا بالمطلق رح يصير تعقيم تام ما ضرر ألجأ التعقيم الشوارع أو كذا مثل ما حصل في بداية المواسم نضطر نعقم شارع لكن لاخل منزلك ما عندك درجة حرارة عالية درجة حرارة معتدلة في الوجود تكييف كذلك درجة حرارة مريضة 39 38 ونص ومن ينقل لمريضة آخر درجة حرارة 37 ونص خصوصا بالاتصاد المباشر عن طريق العطاس عن طريق القاحة أو كذا هالشكل أما كفيروس يبقى يعني يستشرب بالجو لا ينتهى هذا الموضوع بس موضوعة العدوى يعني هي فرصة أنه نتبع عساليب صحية في هذا الصيف يساعد كثيرا وقد يساعد يضعف المرض أيضا نفسي فالفرصة قائمة لازالت أنه اتباعنا يعني الأساليب الصحية الحس العالي بخطورة هذا المرض مع يعني مساعدة هذه الظروف الموجودة قد نتمكن من الصيقرة عليك طيب الآن هناك بؤر في بغداد نعم هناك بؤر في بغداد وهذا بؤر تعتبر خطرة كيف سيتم تعالجته في الحجر المناطقي أم هناك جراءة مشددة أخرى والله اللي أعتقد يعني أعتقد نرجى إلى حظر كلي يعني واللي أعتقد يمكن من يوم الجمعة راحب لليوم الأحد قد يعني أعتقد قد يمكن يصار إلى 14 يوم يعني يعني 10 تيام تقريبا 10 تيام هو مدة حضانة المرض 14 يوم يعني حتى ليش نحن نسوي مثلا حظر نتمنى يكون 14 يوم أو ممكن نتمنى 5 تيام حضانة المرض من تاريخ دخول الفيروس إلى بدن الإنسان حتى ظهور الأعراض السريرية يراد 14 يوم هاي 14 يوم أنا بهاي 14 يوم إذا قطعت سلسلة انتقال هذا المرض ذاك الوقت الوضع جدا يفرق يعني أعتقد أعداد الإصابات بالوقت اللي ممكن نسجل 100 و 110 و 120 ممكن نرجع نسجل 10 إصابات 7 إصابات عند ذاك سهل السيطرة على المرض يعني ما نشهد هذا الضغط الكبير على مؤسساتنا و يعني المخاوف تبدي تتبدد خصوصا إذا ندرك أنه يرافق هاي الإجراءات أنه حتى لو تم فتح الحظر بالمستقبل وحتى لو فتح حظر كلي ينفتح الحظر الحياة لازم تستمر يفترض المواطن أنه يتبع يعني الوصايا الصحية اللي من شأنها ترتقي بمناعته ترتقي بوضعه تقلل فرص انتقال المرض إلي خصوصا يعني إحنا دابنا على تكرار أنه المرض هذا الفيروس جبان ما يدخل لبيوتنا عنه إحنا اللي ندخله إحنا اللي ندخله يعني الفيروس من السهل ترى التعامل والتعاطي معه من السهل أنه أنا أدرأ الخطر عنه عن أولادي مجرد أساليب طبية بسيطة أعتمدها قد يتغير بعض الشيء من حياتي بس الأعتقد الثمن يعني يستأهل أنه أنا يعني أتعاطى بطريقة ممكن أتخلى عن بعض الامتيازات وأساليب العيش اللي بالوقت الحاضر أنا متعود عليها لقاء صحتي وأمني وحياتي وخصوصا يعني إحنا بالعراق موضوع يعني أخشى ما أخشى أنه حالات الوفاة زيد لا سمح الله وعند ذاك يعني أعتقد يندفع الثمن أضعاف مضاعفة إحنا لازال الوقت مبكر للأسف بهاي الجائحة كل ما يعني يعني ضيق الخناق على مؤسساتنا الصحية كل المساحة ما قلت مساحة الحركة إنا وأيضا خياراتنا بدأت أدقل أنا كل ما سيطرت على المرض سجلت حالات قليلة ذاك الوقت أنا في بحبوح المساحة الأتحرك بيها كذلك الخيارات اللي عندي أيضا خيارات كثيرة ممكن أتعاط مع أي خيار في أي وقت وفي أي وفي أي زمان يعني أي مكان أريده بالنفس ينتقل الدكتور ماذا طبعا هو سرعة انتقاله جدا عالي ويقال سابقا بالرذاث لأن نفس أيضا حتى الهواء هو طبعا أكيد يعني مو بالهواء هذا الهواء المجرد هو يعني وزنه 100 مايكرون جنابك تعرف جاذبية فوزنه ثقيل فبمجرد ما يعني لثواني لدقائق مثلا بعدين يستقر على السطوح تجي أنت ما مدعم تلزم هذا السطح بإيدك عينك وجهك كذا هالشكل أنت دخلت الفيروس بس أنت مثلا يعني أنت قاعد هاي قاعدها طلعنا مثلا من الستوديو أروح يعني جنبت نفسي هذا الخطر خصوصا حتى ماكو معاقيمات بعينها إلا ضروري يعني تستخدمها لا هذا الصابون العادي يعني إذا تغسل لمدة 21-22 ثانية يسوي إلى شدنج يوقع عن الفيروس يعني فهو من السيطرة من السهولة بمكان السيطرة يعني يغسل دكتور يقال الفيروس يقال أنه الجدار الخارجي ما لا يتحلل أم فقط لأنه الغشاء مالتفوسفولوبي يعني مواد دهنية يعني الصابوني فالصابوني يحلها 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 كذلك الحر ليش نقول دائما الحر بس أنا سأمنت من موضوعات أنه ما موجود مثلا خارج منزلي هو بس هذا ما يمنع أنه مصاب ممكن أنا أكون على مسافة التماسبيا ممكن يعني ينقل المرض نعم عن طريقة الدكتور هسان مسهر مدير مستشفى الكندي وكذلك أعضو خليت لازم في بغضاء شكرا جزيلا لك أمم تامي لكم شكرا جزيلا سادة تي انتهى هذا المحور فاصل ونعود حتى المحور الثاني شكرا أن نبقى وأن ترطف في بقائي معنا السلام عليكم سادتي مرة أخرى والمحور السياسي لهذه الحلقة ونتحدث به عن الشأن السياسي والواقع الخدمي بعد تسنم السيد الكاظمي لمهامه كرئيس لمجلس الوزراء في هذا المحور رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين صباح زنقنا وأيضا معي الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاو أهلا وسهلا بطرفة الكرام وإذا حديثي معك سأصباح هل تعتقد أن الوزارات السبعة المتبقية ممكن أن تسير أو ممكن أن يختار لها بسلاسة كما اختير لباقي الوزارات بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والأستاذ نبيل ولكل مشاهدي قناتكم المواقرة اليوم هذه الوزارات عندما تحصل أي عملية تأخير لعملية إنهاءها وإنهاء الخصومات الدائرة حولها ما هي إلا إذان لعملية الاسترداء السياسي فيما بين الكتل أي أن هذه الكتل لا تقول بأن فلان الكوفو هو من يختار هذه الوزارة والتعالى أيها التكنقراط وتسلم أنت ما عليك من مهام حتى تستطيع أن تنقلنا من أزمة إلى عبور مرحلة ما بعد الأزمة لا هناك ربما تأزيم المتأزم وربما هناك أيضا عملية يعني حل بعض العقد لكن على الأقل هذه العقد سوف تكون حلولها إعلامية أكثر ما هي واقعية لأن الكتل السياسي إلى حد الآن تعمل وفق الاسترداء السياسي ووفق المحاصصة السياسية بالتالي سوف تدوم عملية حتى الوزارات المتبرفية يعني هي كل وزارات يعني أنت تتحدث عن وزارات وأنا أحدث لك عن مدرعة من سوف تكون حتى الخصومات إلى هذه الدرجة يعني الآن الوزارات اختيرت ولكنه يقال لأن الكاظمي أعطوه هامش باختيار وزارات وذلك لم يستوزر وزير سابق برغم النجاحات التي تحققت على بعض الوزراء والإلحاح الآن مقبل الكرد على استيزار السيد فؤال حسين لوزارة الخارجية أو يعني أولا أنا أقول لك السيد الكاظمي قد اختيره في الكواليس قبل أن يتم اختيار السيد علاوي وقبل أن يتم وضع يعني سيد عدنا الزرف في الواجهة نحن نعلم بأن السياسة هناك يسمى خط علامي وهناك خط سياسي الخط العلامي عادة الماء تكون فيها عملية الإشغال المتلقي لكي يدور حوله يعني يبعد عن أنفسهم شبح الاختيار بالتالي حتى هذه الوزارات السبعة التي تتحدث عنها هي اليوم هي بحكم منتهي ولكن تبقى اللمسات الأخيرة ولمسات الثقة ما الذي سيعيق هذا الوزير فيما إذا جاء هل ستكون أنتم مصدر إعاقة ومصدر تسقيط ما هي الضمانات وما إلى ذلك بالتالي حتى لو إذا دخل الكرد في القائم وطالبه بأنه باستيزار سيد فؤاد حسين في نقطة معينة ربما في المرحلة الأخيرة سيتنازل الكرد من أجل أن لا يأتوا بفؤاد حسين ويأتوا بآخر شريطة أن يكون الوزير الفلاني من الجهة الفلانية لا أن يكون من الجهة الفلانية يعني عفوا الوزير الشخصية الفلانية للشخصية الفلانية لماذا؟ لأن أغلب الكتل السياسية هم يعرفون الشخصيات التي يتم اختيارها إذا كانت الشخصيات صلبة قد تعيق من تمرير بعض الصفقات للأحزاب الأخرى وإذا كانت شخصيات مرنة أو سلسة فممكن اختيار هذه الشخصيات على أنها شخصيات احتوائية وشخصيات لا تريد أن تخلق النزاع بين الكتل السياسية صد نبيل أيضا أشار السيد صباح لأنه ممكن أن يستبدل الكرد سيد فؤاد حسين لوزارة الخارجية لكن التصريحات التي ترد من شخصيات كردية أنها ما زالت متمسكة بالسيد فؤاد معصوم هل تعتقد أن ممكن رئيس الوزراء أن يوافق فؤاد حسين نعم هل تعتقد أن السيد رئيس الوزراء ممكن أن يستوزر وزير سابقا في الكابينة السابقة مع العلم إذا كان فؤاد حسين هو الوحيد الذي ممكن أن يبقى أولا تحياتي لك والشكر للزميل العزيز والسيد الصباح على التحية استيزار وزير السابق هذا غير ممكن بتاتا في كابينة الكاظمي بدليل أن كل الوزراء الذين جاء جاء بيهم عفوا إلى الكابينة الجديدة هم من رحم الوزارات يعني كل الوزارات الذين اليوم لدينا 15 وزيرا هم جاءوا من داخل مؤسساتهم هذا يعني أن الكاظمي لن يذهب بعيدا ولن يذهب إلى شخصية هم يعني حتى فؤاد حسين وحتى الحزب الديموقراطي الكردستاني يعلم جيدا أن فؤاد حسين غير لا يمكن تمريره في هذه الكابينة ولكن هم يضغطون بهذا الاسم حتى يمررون أو خالد شوان أو حتى خالد شوان عن الاتحاد يعني ولكن هم يضغطون بهذه الأسماء حتى يمررون بعد ذلك أي اسم يمكن أن يمرر بعد ذلك بسهولة وبيسر دائما القوة السياسية وخاصة يعني هنا خلل نسمي الكتل يعني هي سميت الآن الوزارة يعني الآن خصصت للكرد الخارجية ولكن الاسم لحد هذه اللحظة ممكن يعني حتى وين طرح أي اسم عدى فؤاد حسين لم يطرح لحد هذه اللحظة غير فؤاد حسين خصلي لماذا لم يطرح غير فؤاد حسين هل يرفض يعني هل ممكن أن يرفض أم تنافس بين الأحزاب الكردية وحتى الأحزاب الكردية فيما بينها هناك تنافس غير معلن لاحظ سيدي القوم في السر ليس القوم في العلن الكثير من الأمور غير مطروحة يعني في العلن لدينا كمتلقين أو كباحثين اليوم السيدة الكاظمي يعرف مجسات هذه الكتل وتوجهاتها على الكتل هنا في ملاحظة بسيطة يجب أن تفهم الكتل السياسية أن عمر هذه الحكومة هو عمر سنة أو سنة ونصف يعني تحديات هذه الأمور لا يمكن أن تأتي من هذه الوزارات أو تدع فضل بصمة معينة على هذه الوزارات تعلم الكتل السياسي أن هذه الحكومة هي حكومة حرجة حكومة فترة مؤقتة حكومة انتقالية حكومة الجوائح كما اسميتها ليست جائحة كرونا فقط هناك جائحة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد لاحظت سيدي الكريم حتى رواتب الموظفين اليوم مهددة الجائحة الأخطر من هذا كله جائحة داعش داعش اليوم بدأ يتنقل من مكان إلى مكان وبدأت خلاياه تلعب في محافظة وأخرى وبدأ يستغل هذا الفراغ الذي هو فراغ حتى الفراغ حضر التجوال داعش دائما يعيش على الأزمات اليوم الكتل السياسية تعلم جيدا كل هذه المخاطر وكل هذه الأمور المحدقة بالبلد ولكن أرجع وأقول لا زالت تحاول إرضاء حتى في داخل الكتل السياسي إرضاء شخصيات معينة ولكن أرجع وأقول أن هذه الكتل سوف لن تستفاد من أي وزارة ستتسلمها بدليل أن كما قال الكاظمي تسلمت من الدولة خزينة منتهية ولا أستطيع يعني بصراحة خزينة خاوية هي هو أيضا ممكن أن يكون تعبير مجازي يعني يوجد بعض الأموال لكنه بعض يقول أن الأحزاب أو الكتل السياسية لا تترك المغانم والمكاسب مهما تكون ولذلك حتى في الفترة الماضية من عام 2014 إلى الآن بعد الأزمة المانية يقال هناك أيضا فساد وهناك مؤشر هناك الفساد بوجهين أنا باعتقادي فساد من النوع الأول اللي خلي نسميه فساد A وفساد نوع B دائما البي هو الذي يطرح يعني لزمنا اختلاس 15 مليون دينار عفوا موظف كذا هذا الذي يطرح دائما وهذا الذي يسلط الضوء عليه أرقام الكبيرة مهما أما الفساد النوع الذي هناك يعني حسب مصادر الكاظمي ممنهج ومبرج ومفور الكاظمي يعلم جيدا هذه الأموال أين ويعلم أين يعني ميزانية البلد حتى يعني في خضم هذه شخص يعني بصراحة واليوم السيد عبد المهدي شخص أربعين ملف بدقة وهذه الأربعين ملف تحت يد الكاظمي تشخيص شيء والمعالجة المعالجة ستكون أنا باعتقادي لو أعطي المجال أكثر ولو حرر من هذه القيود السيد الكاظمي ولو أن الفترة وجيزة ولكن أن يترك بصمة وأن يؤسس لسنة جديدة في الحياة العامة بأنه سنة القضاء على الفساد الفساد من النوع A والB كيف ممكن أن أتحرر السيد صباح السيد الكاظمي يعني يقال والبعض يعتقد ويعرف السيد الكاظمي بأنه براغماتي وللآن لم يستطن بالكتل السياسية ولم يكن له تصريح بالضد من بعض القوار بالكتل السياسية لكن في مقال نشر كتبه الكاظمي يقول وصف الكتل بتناقض مواقفها طيب ما طبيعة هذا التناقض مع أن أغلب الكتل تؤيد الكاظمي في العدد يعني أعتقد بأنه مسألة التناقض هي مسألة ما تساق أو ما يتم الاتفاق عليه في الكواليس وبعد ذلك ينقلب أمام الإعلام يعني هم على استعداد تام أنه يتحدثون عن صفقات في الكواليس وعند الإعلام يدعون الشرف ويدعون بأنهم يمتلكون المال وأنه نتحدث عن الغالبية السياسية وليس عن قضية التعميم السياسي اليوم عندما تلاحظ السيد الكاظمي كما تفضلت بأنه هو لا يريد أن يتعامل بأسلوب التصادم هو يريد أن يتعامل بطريقة الاحتواء واشاهد أنه كيف يعني استخدم بعض الدلالات الرمزية كالاتصال بأخيه مثلا حتى يقول بأنه أنا لا أمتلك مثلا يعني جانب الواسطات وغيرها والدلالات الرمزية الأخرى عندما زار الحجد الشعبي ولبس البلبس الحجد الشعبي كان يريد أن يقول الحشد أنا معكم ولست ضدكم ولن أقف يوما بالضد من الحجد الشعبي وأيضا عندما استضاف الفنان أياد راضي ومخرج برنامج كمامات وطن وبتحديدا على الحلقة التي تحدثت عن التظاهرات أراد أن يوصل رسالة للمتظاهرين بأنه لن أقف يوم الأيام ضدكم إذن هو أيضا يتعامل بالتعامل بالشخصيات ومع الأضداد في نفس اللحظة ما يعني أنه يريد أن يتعامل بطريقة الاحتواء الهادئ وطبعا أنا في هذه النقطة ربما أتفق مع أي رئيسي أتي في ظل هذه المرحلة الحرجة أن يقوم بمثل هكذا أمور عملية التصادم مع أي جهة يحتسب على حساب الجهة الأخرى اليوم إذا تصادم مع الحشد سوف يحتسب بالجانب الأمريكي وإذا تصادم مع الجانب القوى السياسية الموالية لأمريكا سوف يحتسب السيد الكاظم على أنه من أتباع إيران بالتالي هو يستطيع أن يتعامل معهم بالسياسة الناعمة والهادئة لكي يستطيع أن يضبط قبضته فيما بعد ويضبط قبضته لاحقا لكنه هو اليوم أمام هل يستطيع أن يضبط قبضته؟ لاحظ عملية الاستطاعة أنا أشكرك على هذا السؤال الدقيق عملية الاستطاعة مبنية على أنه عملية مدى تأييدهم لسيد الكاظم ومدى تنازلات هذه القوى لسيد الكاظم يعني اليوم عندما يأتي سيد الكاظم ويحول الملفات التي تحدثت عنها زميلي وتحدثت أنت عنها أكثر من أربعين ملف خطير وأربعين محور وليس فقط الملف الذي تركه السيد عادل عبد المهدي أو العبادي وغيرهم هناك آلاف مؤلفة من ملفات الفساد هل يستطيع أن ينجز هذه الملفات؟ أم فقط يضعون فئة البي فقط أمام واجهات السجون ويتركون الفئة الأي الكبار الحيتان الكبيرة؟ إذا تحارش بالحيتان الكبيرة أعتقد بأنه سيقع في مسألة التصادم الأكبر وهذا يحتاج إلى تسلح كبير أنه يتسلح بدولة إذا كان هناك ممكن أن يكون متسلح كيف يتسلح بدولة؟ القوى السياسية هي التي أتت بالكاظم القوى السياسية هي التي تسحى بالثقة القوى السياسية هي التي تسند الكاظم والضغط الدولي هو الذي أبعد الكاظمي والضغط الدولي هو الذي دفع سيد العبادي بأن لا يتقدم مرة أخرى بالترشيح والضاغط الدولي أيضا هو الذي دفع وحتى الضاغط الشعب أيضا هو الذي دفع بسيد عادل عبد المهدي أن لا يكرر التجربة أنا أتحدث لك عن لغة التسريبات واللغة الكواليس يعني في السياسة جبل الغاطس النسبة الغاطس من جبل الثلج في السياسة هي هذه الحقيقة الموجودة التي لا تؤتى عن طريق الإعلام ولكن تؤتى عن طريق الكواليس السياسية التي تبين حجم المشكلة ومستوى التفاقم الأزمة اليوم عندما نشاهد مثلا يعني يظهر إلى سطح مشاكل كثيرة من بينها أنه 752 طن من الحنطة قد ابتلعتها طيور مثلا على سبيل المثال اليوم حتى المواطن أصبح يتعامل بالكوميديا السوداء ويقول هي ذاتها نفس الأسباب التي ابتلعت الأمطار عندما ابتلعت 7 مليارات دينار من البنك المركزي وغيرها إذن عندما جاء سيد الكاظمي أيضا وصلت هذه المشاكل السياسية بدأت تطفل السطح وأنا على يقين تام أنه في المرحلة المقبلة إذا لم تكن سياسة الكاظمي تتماشى مع سياسة الكتل السياسية سوف يبحثون عن أشياء حدثت بالأمس أو كانت مسيرتها من أمس إلى اليوم حتى يقال انظروا بأن سيد الكاظمي حصل في زمانه كذا وكذا وأنا على يقين تام حتى في مرحلة تصادم مع المتظاهرين قريبا وبعد شهر رمضان سوف يتم إطلاق النيران على المتظاهرين ويتهمون حكومة الكاظمي أيضا بأنه كان السبب هذا فيما إذا أرادوا أن يسقطوا حكومة الكاظمي أما إذا لم يريدوا يسقطوا هذه الحكومة لو قتل عشر عشرين ثلاثين أو حتى خمسين سيقولون أن من واجب رجل الأمن أن يدافع عن نفسه ولا يقول هذه المرة أن رجل الأمن هو رجل قاتل طيب تحدث أستاذ صباح عن طبيعة الفساد وهذا موضوع الفساد هو موضوع مدور من قبل الحكومات المتعاقبة ولم يستطع حد الآن حل هذه المشكلة لكنه التحديات الكبرى التي تواجه حكومة الكاظمي الفساد أم أن الأزمة الاقتصادية الآن والميزانية الخاوية ما هي أولويات الكاظم؟ يعني لو عرجنا بسيطا على الذي تفضل به الأستاذ زنقنا بأن الأي لا يمكن أحد أن يتقرب الفساد من هذا النوع من المليارات التي هربت والرسيل العملة والأمور والأموال التي في الخارج الكثير من الأمور يعلم بها جيدا الكاظمي وهو على يقين أن هذه الأمور يمكن اللعب في هذه الوقت ولاحظ سيد الكريم أن الكاظمي يمكن أن ينجح في هذا بدليل أن الكاظمي لم يأتي من كتلة سياسية ولم يأتي من شرنقة الأحزاب وهو يعلم جيدا بأن لا مستقبل أعتقد أن هذه النقطة الضعف مو قوي لا بالعكس من رئيس هنده جرد أن يفتح الملفات الفساد كثير من الكثير السياسية متورطة وممكن أن تسحب الثقة بسهولة تلفق بعض التهم وليبدأ وقال سأكاشف الشعب العراقي وهذه حكومة ليس حكومة غرف مظلمة الحكومة مفتوحة وبدليل أن المقالة كما قرأتها سيد الكريم قد أوجز الكثير من النقاط ولكن نحن كمتلقين نعرف هذه النقاط أغلبها كانت هي عقبة منذ أكثر من 18 سنة اليوم الخزينة المالية للدولة العراقية أنت من أن تبدأ لشيء صحيح أن تكون مقدماتك صحيحة يعني أنت من تبدأ للفساد شيء سوى بالفساد اليوم عندك ملفات أكثر من 40 ملف نبدأ أن هذا المشكلة التي هي متأزمة يعني اليوم الآن معالجة الفساد بصراحة الآن يعني الحكومة هي بعض يعتقد أنها حكومة انتقالية ولا وجد في الدستور حكومة انتقالية حكومة عمرها قصير حكومة كامل صلاحيات لديها حكومة انتخابات مبكرة طيب الآن بمن تبدأ يعني لا تبدأ بالفساد الأزمة المالية إكمال الوزارات البناء التحتية الخدمات نعم أولا هي يعني برنامج لم يكن حافلا بكثير من الوعود يعلم جيدا بأن الأمور لا تتحمل المزيدين الفترة قصيرة جدا حكومة انتخابات وهنا أنا لدي يعني أكثر من علامة استفهام على حكومة الانتخابات كيف يمكن أن تكون حكومة انتخابات وأنت محتاج أقل شي 250 مليون دولار يعني الأمور اللوجستية والمفوضية يعني اليوم أنت يعني من نتكلم خلنا نتكلم بواقعية المفوضية المستقلة للانتخابات عندما تبدأ بانتخابات يعني يحتاج لها أولا الأمور اللوجستية والفنية والتدريب والخارج والداخل هذا كله هل من المعقول في هذه الفترة وفي هذه الأزمات التي أسلبت لك هي الجوائح الكثيرة في العراق أنا أعتقد أن الأمور ليست ذاهبة لإن الانتخابات وخاصة في هذه الفترة لأن الأمور عندما تحتاج يجب أن تكون هناك برلمان حقيقي يجب أن تفكك المادة المستعش لازمنا المادة المستعش في البرلمان لحد هذه اللحظة في الدوار المغلقة وفي التقسيم الجغرافي وفي المناطق المتنازع عليها وفي المناطق المتداخل هذا كله طلاسم لحد هذه اللحظة لم تفكك فكيف بنا أن نذهب لانتخابات وأن نؤسس لانتخابات ونحن لحد هذه اللحظة لازمنا نتعثر في هذه الأمور التي وضعت الكثير من العقابات وخاصة هنا أقصد المادة 15 الكثير من الأمور سيد الكريم يعلم بها السيد الكاظمي وتعلم بها الكتل السياسية يجب أن تتعاضد وهو قالها بصراحة الكتل لم تتعاضد معي وأنا فوجئت بأن القوم ليسوا كما كانوا يعني هو من مره 15 وزارة وبقيت الوزارات المتبقية طيب حد هذا الكتل لم تتعاضد معها الكتل لم تتعاون سيد صباح لم تتعاون الكتل لغاية هذه اللحظة مع السيد الكاظمي إذن كيف أتت به؟ أولا الكتل لحظ في السابق كانوا الكتل دائما ينكرون ويقولون نحن لم نأتي بفلان ونحن لم يأتي بالفلان أقول حسنا من أوجد هذه الصورة الإعلابية الجيدة المشرقة التي هي المكاشفة المعلنة عن ماذا عندما يتم استيزاء يعني عندما وضعوا ثقتهم أعطوا التكليف إلى السيد محمد توفيق علاوي كانت الكاميرا تمرر على كل الأحزاب الموجودين هناك حتى لا يقال أحد بأنه لست مسؤولا ويقع باللائمة على من على رئيس الجمهورية ويقول أنت من تتحمل المسؤولية وحتى عندما تم اختيار السيد عدنان الزرفي وكذلك عندما تم اختيار السيد الكاظمي الكاميرا أصبحت تنظر إلى كل حتى لا أحد يتنصل من المسؤولية إذن كانت هذه فكرة عميقة وجيدة بمعنى المكاشفة أن هذه الكتل من يقفون وراء إذن هم يتحملون المسؤولية يتحملون المسؤوليتين المسؤولية الأولى أنهم يتحملون فيما إذا كانت هناك إخفاقات فهم مسؤولون عن هذه الإخفاقات لأن هذه جزء من اختياراتهم المسؤولية الثانية أنهم في المستقبل إذا وقفوا بالضد منه فسوف يقول أنا لم أأتي من تلقاء نفسي بل أنتم من جلبتون وقوفكم ضدي هذا يعني أنني لم أحقق لكم مطالبكم التي طلبتمها هذه المطالب هي ليست مطالب جماهية طبعا واغلبها هي مطالب حزبوية في أوية خاصة لهذا أعتقد بأنه عندما ظهروا أمام الكاميرا اليوم أصبحوا الكل أمام المسؤولية كل جهة وكل جهة ونحن أمام مسؤولية الوقت أيضا نعم شكرا لك شكرا لك يعني رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين شكرا جزيلا لك هياك والله الله يباري شكرا جزيلا لها الباحث في شأن السياسي شكرا لكم مساعدتي شكرا لحزن متابعتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة